اهلا بيكم فيديو جديد والتوقعات العاطفية لمواريد برج الجدي هنقول التوقعات العاطفية بشكل عام لكل فقات البرج اللي هي تشمل العازبين والمنفصلين والتزاوجين كل حاجة لكن العازبين بعد ما نخلص طراءة هنقول كمان لوحدهم هم ممكن ايه كون نستنيهم او ايه الفرص اللي قدامهم في الفترة اللي جاية ان شاء الله هبدأ بالطاقة بتاعتك يا برج الجدي اه طاقتك انا شايفك متألم جدا يعني طاقتك فيها الم فيها فيها اه بعضكم ممكن تعرض لخيانة او خدايا اه شايفة اه للبعض في علاقة ثلاثية ممكن تكون بسبب اهل او بسبب اه طرف عاطفي اه لكن انا شايفة طاقتك فيه الم يا برج الجدي اه فيه فيه صبر كبير قوي عندك وفيه انتظار عندك طاقة انتظار وفيه شخص انت عينك عليه او بتبص عليه لحد وقت وبترقبه ومستني تعرف عنه اخبار او ممكن كمان اقول انت في نظرتك لي انت صعبان عليك منه جدا للبعض ممكن تكون اكتشفت علاقة ثلاثية للبعض ممكن يكون اي نوع من انواع الجروح او المشكلة او المعانية اللي سببها لك الشخص ده اه اللي هي حاجة انت ما كنتش منتظرها يعني انت زرعت حاجة وحصدت حاجة غيرها تماما فانت فيه عندك نظرة لوم معي تيب للشخص ده انت ليه ردت هاري كده او ليه عملت معي كده او انا عملت معك ايه يعني انا شايفة فيه في نظرتك حاجة زي كده شوية اه برج برج الجد ده في الطاقة بتاعتك الكراءة طبعا لو ما انتبطتش عليك هتسمعها كلها يعني بنسبة تتين في المية فتبقى الكراءة مش ليك ممكن تسمعني في فيديو تاني او اه تسمع اي فيديو اللي برج الجدي في اي قناة اه في اي قناة تانية يعني اه بنسبة لطاقة الطرف التاني انا شايفة الطرف التاني بصف عليك جدا برقبة اه شايفة فيه طرف تالت فعلا من البعض الطرف التالت ده شخص من الام ممكن ام ممكن قط اه بس شايفة ام بشكل اكبر اه شايفة رفض كبير قوي من الام اه لكن الطرف التاني اه حذر وقلقان وخايف وبص عليك وعايز يارف انت حصل معيك او بتعمل ايه اه بيرقبك بشكل كبير قوي وبيدور على طريقة اه الشخص ده يعني هو ما بين ان هو بيرقبك وما بين الطرف التالت وما بين انعزيله اه لانه الشخص ده ممكن تلاقيه كتير بينعزل لوحده اه في تكير في طريقة لان انتو اه تبقوا معوجودين مع بعض او انكم ترجعوا لبعض او ان لو فيه طرف تالك اه تحاولوا اه اه تتخلصوا من اه اه من افكاره او من اه او من يعني قراراته اللي مسيطرة على العلاقة اه لكن هنعرف برضو لو فيه طرف عاطفي موجود او اه او مفيش اه بالنسبة لتفكيره تجاهك او تجاه العلاقة انا شايفة الشخص ده يعني تفكيره فيك شايفة مجاشة يعني شايفك حد اه قوي حد عندك ابداعيك كتير حد شكلك كويس حد بتهتمل نفسك لو انتو كنتو متزوجين فالشخص دوت مثلا ممكن يكون بيشوفك انت شخص كنتو مهتم بيه مهتم بيك مهتم باسرة اه عندك اه اه يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعد المجاشن في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تقنيب ضميره وتعبان جدا وحس ان هو بسيط حاجة غالي عليه اه اه يعني مش مرتاح ابدا في اه في بعضكو عن بعض اه للبعد ممكن يكون هو مش وصيبك او انت مفتو يعني في حد ادى ظهره للعلاقة او كده وصيب لكن انا شايفة في تفكيره اه يعني هو شايفك متألم او هو متألم انا شايفة هو متألم اه بشكل كبير قوي وشايفة ان هو اه في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون اه بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضك واللي بعضكو العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعمل فيها سحر. آآ سحر تفريق. لان غير كده انا عندي المجاشر مع انا شايق دول لتنين دول جنب بعض كده آآ ممكن تكون دي طاقة سحر يعني طاقة سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتو كنتم متزوجين. آآ ده هيكون لبعض سبع مشاكل لكم كل حد حاست بطاقته حاست بنفسه هو في الحاجة دي او لأ. آآ شايفة في بعض بسبب الطاقة السلبية دي او بسبب تدخل آآ طرف تالت بقايا كانت طريقة التدخل. وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده لكن شايفة متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي. لكن الشخص ده عنده حبي ليك. وعنده احترام كمان ليك. بيحترمك الشخص ده وآآ ولو هو كان دخل في علاقة آآ فالشخص ده آآ هقول لكم الاحتمال التاني برضو. لو شخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك واجعك وزعلان جدا وبتعبه وبتلومه في جوه نفسك فالشخص ده حالين لوحده. والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي آآ رحة آآ بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي. يعني الطاقة الساحة مرحاش بقراته يعني. آآ دي حاجة تانية برضو جات على بري دلوقتي وانا شايفة شايفة القراءة فبردو كل حد يشوف السيناريو المنسب له. آآ ده بالنسبة لتفكيره. بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة. آآ الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك. آآ في بينكو تواصل روحي. آآ في آآ في مشاعر محتاج الشخص ده محتاج ان هو آآ يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية او من اي ان كان الوضع السلبي اللي هو فيه. الشخص ده محتاج آآ استشفاء بشكل كبير. وآآ وشايف كمان في مشاعره تجاهك. آآ شايفك انك انت بعيدت عنه قوي. او بقى ما يعرفش اخبارك آآ آآ بشكل دقيق. آآ شايفك بعيدت. يعني ما بقيتش موجود في حياته. اقول لكم الابراج والطاقات الموجودة في طرق ابل المنسبة. شايفة معك برج ستور وبرج الاسد وبرج القوس. وآآ برج آآ آآ سور اسد قوس. آآ آآ جوزاء. آآ دم. آآ سراطان. عزراء حمل. آآ برج الجدي ازيك برضو. آآ آآ دي الابراج اللي موجودة. وبرج الحوت. دي الابراج اللي موجودة ودي والطاقات اللي موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة. لكن هنا بقى هقول لك ايه الطاقات اللي موجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غالبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني. طيب. آآ في مشاعره زي ما قلت هروج من طاقة تلبية. آآ شايفة كمان آآ في عنده حيرة آآ والحيرة دي نسبب باله ازمة. ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو آآ يلاقي حل يعني في عند الشخص ده. آآ ازمة في الوقت الحالي قوية جدا. آآ في عنده حزن بسبب رحيل. آآ مش عارفة بيه حس برج الجدي انك انت اللي سبته ومشيت. بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني. لكن شايفك انت سبت الطرف ده ومشيته. الشخص ده حزين جدا. آآ وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده. وعنده حيرة كبيرة قوي بين امرين. ممكن بينك وبين اهلو. او بينك وبين اي ان كان الطرف التالت. او بين ان هو يرجع او لأ. آآ شايفة فيه اشتياء وحنين ليك بشكل كبير قوي. آآ شايفة فيه آآ لو انتو بينكم اطفال آآ شخص ده ممكن يكون مفتقد اطفاله لو انت انا معاك الاطفال. فيه اشتياء كبير ليك كمان. آآ وفيه تفكير في الذكريات بشكل كبير. آآ وفيه الشخص ده بيقعد يضعي ربنا كتير قوي انه تتقبلوا او انه آآ تكونوا مع بعض آآ آآ شايفة كده بشكل كبير قوي. وممكن كمان يستعين بحبط آآ في انه يصلح العلاقة آآ ما بينكم. لكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمغي بيها. او فيه حاجة موقفة آآ في الوقت الحي. آآ ده من ناحية آآ مشاعره. آآ نويات تجاهك او تجاه العلاقة. انا شايف الشخص ده شايف انه آآ فيه حاجات كتير تهدت او انهارت بينكم. آآ فيه آآ فيه كمان آآ ممكن يكون شايفك متجاهله. آآ او انك انت مثلا هديت كل حاجة وبوث كل حاجة وديت ضهرك آآ للعلاقة او للحياة او او لقيا كان الشكل الوضع اللي بينكم وديت ضهرك ليه وبعت. آآ ممكن يكون شايفك كده يعني او انت اكتشفت خيانة في عدية المعبد على اللي فيه او حاجة كده. آآ شايفة كمان آآ في نوايا الشخص ده عايز يتكلم معيك. عايز ييجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح. شخص ده بيشوفك توقع مروح ليه. آآ بيشوف ان هو مقدرش يستغنى عنك. آآ بيشوف انك انت شخصا مناسب ليه آآ مفتقدك جدا في حياته. فعايز يتكلم معيك آآ آآ بشكل صريح. يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة. ده لو السيناريو ده مناسب مناسب ليه كوي يعني. آآ كمان شايفة فيه نويه الشخص ده يعني آآ فيه حب كبير لك قوي وفيه عايز معك استقرار. عايز بعد عن طاقة سلبية. او عن اشخاص سلبيين. آآ آآ شايفة كمان آآ في آآ فيه آآ فيه سعلا عندكو طاقة سلبية. آآ يعني كارت الموجود. آآ الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر آآ يا برج الزياد اللي بيعاني من طاقة سلبية. فيه عنده طاقة سلبية. ولو هو سيبك وراح لطرف ثالث. فهو معي آآ مربوط بآآ بطاقة آآ سلبية. آآ هتلاقوا على القناة الفيديو بتاع آآ الفك الطاقة السلبية او التخلص منها او السحر. آآ موجود ممكن تسمعوه هيفيدكو كتير. آآ الشخص ده فيه عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي. ممكن تكون فيه مشاكل كمان مع الطرف الثالث ده. ايا كان مين هو. آآ شايفة فيه عنده ندم واحساس بحصرة واحساس بخسارة واحساس بان هو فقد حاجات غالية عليه. شايفة فيه عنده الاحساس ده بشكل كبير قوي. ومفتقدة جدا. آآ وشايفة مقيد برضو. يعني مقيد في حاجة مش عارف آآ يخرج من عنده افكار في علاقتكو انتو كل اتنين جميلة. آآ وعنده كلام عاوز يحكيه معيك وعاوز يقوله لك. لكن الشخص ده مربوطه مش قادر. آآ يعني هو مش قادر حاليا. ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه فيه جمود او برودة عاطفي بشكل كبير في العلاقة. وشخص ده فيه عنده في جواه مشاعر كويسة لك. لكن هو في الوقت الحالي آآ مش قادر آآ مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني. آآ لكن هو في آآ وبيشوفك فرصة كمان. يعني هو بيشوفك فرصة آآ صعب ان هو آآ يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه. آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بأزامات مادية مثلا او كده. آآ لبعض مش نفس الشخص انا بكلمه. يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة آآ في القراءة. آآ ده لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بندم وبخسارة وبتعب وبقليم. وعنده كمان مشاعر حلوة يعني تناقب ده كمان في المشاعر هو تعبه. يعني تعبه بشكل كبير. آآ ده بالنسبة لنويات. آآ بالنسبة لخطوة القادمة الشخص ده ممكن يكون مسافر او فيه بينكم صفر. آآ او انتو من بلاد مختلفة او ايا كان. لكن المهم انكم انتو فيه بينكم آآ صفر بشكل كبير. او ممكن يكون لبعضكم يعني آآ شايفة كمان للبعض آآ يعني في خطوته القادمة. ممكن هو يفكر في صفر او يفكر انه هو يبعد او يسافر. آآ شايفة فيه آآ رفض من من حد فيكم للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية او بسبب طرف ثالث او بسبب تدخل اشخاص. سواء الطرف الثالث ده حد من الاصحاب او اصدقاء. حد من الاهل او او زوجة. في رفض هيحصل شايفة فيه آآ لو الطرف التاني ده اللي انت بتعمل معي راجل. يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برجة بيض. فالطرف التاني ده ممكن يكون متزود وممكن يكون فيه 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 حياته آآ زوجة ثانية فعلة. والشخص ده متقلم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي. ده ده سيناريو. ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيت تتكلم معيه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي. آآ بسبب آآ رفض الاهل ده. آآ شايفة فيه حيرة شايفة فيه مفترق بشكل كبير. آآ شايفة آآ آآ شخص ده محتار لكن متمسك بيك. ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا. يعني هو مستني حاجة تحصل آآ فجأة آآ آآ سوري لو فيه دوشة لو انتوا بتسمعوا دوشة من البلكونة لان انا قاعدة جنب البلكونة فآآ فسوري يعني لو انتوا بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده يعني. آآ فشايفة الشخص ده نستني حاجة تحصل فجأة حاجة تحصل من عند ربنا آآ آآ وفيه بشرة على فكرة. يعني فيه بشرة هتجيلكوا ان شاء الله في حاجة ممكن آآ تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين لنقو آآ لازم تخرجوا منطقة آآ منطقة سلبية. آآ بالنسبة لمصير العلاقة آآ انا شايفة في مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة اوي مقدمة لكم يا برج الجازي. فرصة كبيرة اوي بعد حيرة كبيرة. بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض. آآ شخص مسلا كان سيء اتباع او تصرفاته كتير مش كويسة. او آآ بيتعامل معك بشكل آآ فيه خصة كده وناديلة. ده للبعض منكو طبعا. آآ وانت بتعمل بلقة على الشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية. انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف يعني بشكل فيه آآ شوية خسيسة او كده او ممكن تكون القراءة عكسية يعني. آآ فانت شايفك عامل بلوق للشخص ده وشايفة فيه قدامك فرصة تانية وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص آآ فيه عنده نضوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير. الشخص ده آآ يعني ممكن قلت انه من تلاتين لحد وانت طالع بقى. آآ لكن هو مش اقل من تلاتين. آآ ده سنة بتاعه. آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده. قدري حاجة. في حاجة تانية كمان آآ الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيرقبك وعايز يقدم لك فرصة. آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت. يعني زي الكراش كده. يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بيك او لأ. فانا عايز اقولك ان الشخص ده لو ده سيناريو يعني. شخص ده هو كمان بيحبك وبيرقبك. وفيه فرصة بينك وانتو اللي اتنين. فيه كلام ممكن يحصل بينك وانتو اللي اتنين. بس الشخص ده شوي عنده حيرة. بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش او سمع. او العكس ممكن يكون ده حصل معك انت انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده. آآ لكن انا شايفة فيه فرصة كبيرة بينكو. دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملت كراءة آآ بشكل عام لكل فقات البرج. آآ بالنسبة للمصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العزبية. النصيحة بتاعتك آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك. انت محتاج تحب نفسك اكتر. محتاج تآآ تميز نفسك او تكرم نفسك. او انك تعرف انك تفتحق كل ما هو افضل. آآ محتاج انك توازن كمان. يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدي. ممكن تكون بتبدي اكتر. ممكن تكون بتاخد اكتر. آآ آآ فخلي بالك في موضوع الاخذ والعطى حاول تحب نفسك اكتر وتهتمي بيها. آآ تميزها او تدللها آآ بحيث انك تلاقي اللي يعمل معك كده. لكن ما تستنيش ده يحصل من بره الاول. آآ بعد ما انت تكون آآ آآ هادرت صحتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك. حاجات كتير اوي تكون عملتها. وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد. لا اعمل كده لنفسك الاول. وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك. دي انا شايفها بشكل كبير ولا بعضكو. في النصيحة انت محتاج تفتشير حد آآ من اكبر منك او من زاوي الخبرة آآ في امور آآ تخص آآ مثلا الحياة العاطفية او الزوجية او امور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات آآ اللي زي كده. لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد. انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا بورج الجن. بالنسبة للعازجين ايه جاي في حياتك. انت العازبين انت كنت مربوط لفترة مقيد في علاقة وممكن لبعضكو كنت مقيد في علاقة سلاتية بورج الجزي وحاسس ان هي عبق عليك قوي وحملة. ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني او انت حبيت شخص هو آآ قريدي في علاقة. آآ الموضوع ده كان بالنسبة لك مسبب لك ازمة كبيرة قوي. ممكن لحد الوقت هو عندك ومسبب لك ازمة كبيرة قوي. آآ آآ شايفة في عندك التشفاء بشكل كبير من من الوضع ده. ومن الحمول الكثير اللي عندك ده. انت انت كمان يا بورج الجزي من الشخصيات اللي بتيجي على نفسك قوي. وبتضغط على نفسك وصحيتك وانا تعرفش تقول لأ. آآ فانا عايزت في الفترة اللي جاية يقول لأ بقى. يعني يقول لأ كتير كده. والحاجة اللي ما تعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها رفضها. وخليك واثق في نفسك وان ك هيجيلك احسن. وانك هيجيلك افضل. يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك. آآ هتحصل معاك حاجات كتير قوي في عندك فرصة عظيمة. آآ في عندك تواصل روحي مع شخص. وفي عندك طاقة التشفاء بشكل كبير يا برج الجادي. عندك فرصة كبيرة اوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان بالنسبة اللي بيشتغله. عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك وقرارات دي هتكون سليمة. وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من اول وجديد. آآ يا برج الجادي. آآ شايفك آآ لو مستني ارتباط. انت محتاج تخرج من طاقة آآ تلبية. محتاج كمان آآ آآ محتاج استشفاء. محتاج قاعدة تعد مع نفسك. لكن انت في عندك فرصة كبيرة اوي للارتباط وفرصة كويسة. موجودة عندك هناك عازبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبرج الجادي. ودي تخصتوكو كلكو طبعا. وفي عندك قرارات سليمة اعتقدها في الفترة الجاية. آآ بعضكو طبعا المستني حمل او انجاب. في حمل وفي انجاب. في سعادة الطفل. سواء انت على مستوىك الشخصي او على آآ مستوى العائلي. يعني سواء هتسمع في العيدة. او انت نفسك تكون مستني حمل او انجاب. آآ شايفة عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة اوي جاية يا برج الجادي. بس حاول تخرج نفسك من اي طاقة تلبية. حاول تخرج نفسك لو انت فيه رفض حسيته من حد او من اهل حد او من الكلام ده كله. فانت بتخدها من نفسك مش من الاخرين. آآ فخلي ده شوية ما يهمكش وكسب الطاقة ايجابية كبيرة وترد الطاقة السلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك آآ في الفترة اللي جاية لان انت داخل على فترة كويسة وبتسيب ماضي سيء على فكرة. في ماضي سيء انت كنت مقيد فيه. آآ بتخرج منه آآ لحاجة افضل ان شاء الله. ويا رب الكلام يكون بشرة خير وتتحقق تكون بنسبة لكم. آآ والقراءة انتهت. ما تنسوش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة